المشاهد ينتظر تعليقك على الفيديو الذي عرض قبل قليل كتاب القسام نعرضه سوياً لنحاول أن نفهم ما الذي يحصل فعلياً هذا دائماً على ما يبدو اليسين صحيح؟ نعم اليسين 105 هذه آلية إسرائيلية استهدفت من مبنى على ما يبدو نعم دواء دواري طيب عندما نشاهد آلية وهذا الكم من النيران هل يعني بالضرورة بأن الآلية أصيبت فعلياً؟ نعم يعني هذا الانفجار الانفجار نعم نراحض هنا آلية تتراجع هذا لاحظ لا يوجد لهب أو آثار انفجار قوي لماذا؟ الإصابة في الجنزير لكن لو كانت الإصابة ترتفع بحدود 80 سنتيمتر إلى متر كانت ضربة البرج وانفجرت الذخيرة الداخلية نشاهد الانفجار الكبير والجنزير يعطل الدبابة تماماً خرجت عن العمل خرجت عن العمل ممكن سيانتها بأرض المعركة؟ لا لا صعب تحتاج إلى نقل أصبحت سكراب آه خلاص هذه خلاص لا ممكن طيب نتابع أيضاً هذه المعارك الليلية على ما يبدو أيضاً اللواء أدويري التي حصلت ولكن بعدها أيضاً سنتابع هذا ذكر بأنه صاروخ كونكورس كونكورس ما هذا الصاروخ؟ تقريباً مدايا أكثر من 3.4 ألف متر وهو صواريخ ضد الدبابات صاروخ روسي وحتى لا يسير بخط مستقيم لو لبي بخط لو لبي هكذا مصمم لناحية تقنية حتى لا يتم استهدافه أو أسقاطه لأن هذه الدبابات مزودة بأسلحة لمقاومة الأسلحة مضاد للدبابات إذن هذه كان يتحدث عن أنه عدد من الأليات العسكرية هذه اليسين اليسين واليسين الآن أصبح بأكثر من تصميم سواء كان حشوة لاسقة أو حشوة ضد المباني ترجمة نانسي قنقر